الحكومة الإسرائيلية صادقت على دفع خطة لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة من أجل إرضاء مستوطنين أقاموا مستوطنة عشوائية على أراضي فلسطينية خاصة تقر الحكومة اليوم الميزانية للخطة نيتيفها أفوت ينتظر سكان بلدة نيتيفها أفوت منذ فترة طويلة هذه البشرة أريد أن أشكر زميلي وزير المالية موشي كحلون على ذلك وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمرت بإخلائهم بسبب استيلائهم على أراضي فلسطينية خاصة وإنشاء مستوطنتهم عليها لا شك أن القرار بإخلاء هذه المستوطنة هو تتم للقرارات التي اتخذتها محكمة العدل العليا في السنوات الأخيرة بأن أي مستوطنة تقام على أراضي فلسطينية خاصة ويثبت ذلك الأمر فيجب إزلتها ولكن يبدو أن حكومة اليمين في إسرائيل لم تكتفي بهذه الخطوة الدائمة للمستوطنين فقد صدقت اللجنة الوزرية لشؤون التشريع على تعديل قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى محكمة العدل العليا وإنما للمحاكم المركزية فقط هذا القرار هدفه واحد منع الفلسطينيين من التوجه إلى محكمة العدل العليا ووضع عراقيل أمامهم بتوجههم أولا إلى المحكمة المركزية وبعد ذلك بعد التداول في المحكمة المركزية عليهم التوجه إلى محكمة العدل العليا كاستئناف وليس كالتماس عدلي لمحكمة العدل العليا المزايا التي تمنحها الحكومة للمستوطنين الذين حكمت محكمة إسرائيلية بأنهم بنوا على أراضٍ فلسطينيةٍ خاصة ومنع الفلسطينيين من الالتماس إلى محكمة العدل العليا هي إحدى الخطوات التي تعد مؤشراً على قوة اللوبي الاستيطاني داخل الحكومة من القدس حيا قاسم الحر